اهلا بحضراتكم من جديد ده الوقت يجي معادة فقرة مهمة من ضمن أهم الفقرات في برنامج الترند النهاردة وهي فقرة ترند أونلاين وهينضمنا عبر سكايب الأستاذ أسامة السويسي الناقض الرياضي الكبير وصادقنا الأهلاوي يا أستاذ أسامة ننورنا نور نورك أمير أهلا بيك وكل مشاهدي برنامج الترند عبر شاشة البيت الكبير وبيتنا الكبير هو النادي الأهلي أهلا بيك وكل مشاهدي برنامج الترند البرنامج اللي بصراحة ليه مكانة خاصة عند كل الأهلوية ومتابع دوت من خلال السويسي البيت أهلا بيك يا أستاذ أسامة يعني طبعا في بعض الملفات المهمة اللي بتخص النادي الأهلي اللي حابب أتكلم فيها مع حضرتك وبالتحديد ملف تولي مستر بيتسو موسيماني القيادة الفنية الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي وكيف رأيت هذا القرار وهذا التعاقد أسمح لي أمير مش هكرر الكلام اللي تقال من أكتر من حد خبير وحد فني خصوصا الناس المختصين بجورة القدم أنه مدرب حافظ الأهلي وحافظ الأربع منافسين اللي هو هيدخل على مهمة صعبة جدا دور نصف النهائي والنهائي إن شاء الله الدوري أبطال أفريقيا وأنه هو مش محتاج وقت لدخول الأجوال ولكن عندي بعض النقط هحاول أن أنا أركز عليهم وعمل عليهم فوكس النقطة الأولى أن بيتسو موسيماني عاشق للأهلي وكل ده الناس كلها لحظته من خلال الموجهات اللي سبعت موجهاته مع سانداونز ضد النادي الأهلي شوفنا قد إيه هو عاشق للنادي الأهلي ومتيم بحب أكبر قندية القرى وكمان مقدر أن النادي الأهلي ده زعيم الكرة في القرى السمراء الحاجة التانية النقطة التانية أن طموحات بيتسو موسيماني متواطبة تماما مع طموحات النادي الأهلي وهي الفوز بلقب دوري أبطال أفريقيا الأميرة السمراء اللي غايبة عن خزائن النادي الأهلي بقالها فترة وإن شاء الله الحلم اخترب وبإذن الله يكون يتحقق مع واحد عارف أدغال القرى السمراء وعارف المنافسين تماما سواء الوزاد اللي لعب معه بدور المجموعة وتفوق عليه وتصدر المجموعة قبل ما يخرج قدام الأهلي من الدور ربع النهائي بالإضافة لأنه قارئ جيد للمباريات الأفريقية من خلال الخبرة الطويلة اللي اكتسبها من خلال 8 سنوات كان مدرب فيها لسانداونز يتخيل أنه كان لسه في عقده أربع سنين ولولا العلاقات الطيبة بين النادي الأهلي وبين كل أنديت القرى السمراء والتخدير الكبير اللي بتحظى به إدارة النادي الأهلي لدى الناس دولة ما كانش تمت الموافقة بسؤولة على خروجه من جنوب القرى السمراء إلى أقصى القرى السمراء الحاجة اللي لفتت نظر الحاجة اللي كمان النقطة التالتة اللي لفتت نظري أن بيت سمسوماني مخدش وقت لدخول الأجواء سواء عمليا أو من حيث التعامل من حيث التعامل شفنا لعطاته في مطار القاهرة والاستقبال الحافل الحميم الحار من جمهير النادي الأهلي ومن الناس ولفتت نظري لقطة مهمة جدا لما استقبل مشجع الأهلي محبوب الأهلوية أمح الدولي لما خده بالأحضار ولما قاله أمح حبيبي قاله الحمد لله طب مني عليك قاله الحمد لله النغل العربية وخبالك الحاجة الثانية أن الراجل وصل من مطار القاهرة إلى النادي الأهلي اجتمع مع كابتن محمود الخطيب ومع لجنة التخطيب ثم اجتمع مع اللعيبة ثم شاف وحدة التدريب المتطورة جدا والحديثة اللي موجودة في النادي الأهلي ثم نزل ملعب مختار التدشي والتدريب الراجل جاي يشتغل فالراجل داخل الأجواء بسرعة رهيبة جدا ومقدر حجم الشعبية والمسؤولية الكبيرة الملقاة على عطيكو لك أنت تخيل طالما نحن في برنامج الترين لك أنت تخيل أن حساب الراجل على تويتر قفز قفز رهيبة من ساعة يعني بص مئة ألف متابع خلال ساعات مئة ألف متابع خلال ساعات دي كمية النادي الأهلي ومدى جمهريته في جميع النحاء القرى وفي العالم كله ومش بس في مصر كمان يعني والدليل على كلامك يا أمير الدليل على كلامك الكلمة اللي قالها رئيس جنوب أفريقيا لما رئيس دولة كبيرة متقدمة متطورة زي جنوب أفريقيا يقول إن تعيين بيتسو موسيمياني المدرب الجنوب أفريقيا اللي من نادي الأهلي أكبر أندية القرى ده انتصار عظيم لكل أفريقيا شوف قد إيه ردة الفعل ده بخلاف طبعا ردة الفعل في وسائل الإعلام الأفريقية بشكل عام اللي تبعتها من خلال أدفاء المنتشرين في القرى السمراء حاجة تفرح بالإضافة لردة فعل الشارع في جنوب أفريقيا وبالتالي ده بيوضح لك قد إيه قيمة النادي الأهلي مش بس في الرياضة ومش بس في المجتمع ولكن النادي الأهلي كقوة سياسية نعمة كبيرة في القرى السمراء تتوقع انسجام فني سريع ما بين موسيماني واللعبين خلال فترة قريبة جدا وقبل مبارتي الودات؟ والله شوف النظرة الأولى بتعبر عن ذلك النظرة الأولى واللقاء الأول بينه بين لعبة النادي الأهلي في وجود كابتن معمود الخطيب ووجود أعضاء لجنة التخطيط للكرة كانت وأواضح أن لها بصمات وردة فعل متميزة المهم في الموضوع والمهم هنا جدا أن نتمنى له التوفيق المسألة بالسهلة علشان الوقت ضيق جدا والأهلي عنده غيابات كتير فبالتالي كلنا نتمنى له التوفيق الأهلي اتخذ خد بالأسباب الأهلي خد بالأسباب جاء بالمدرب الأنسب والمدرب اللي يليه بالفترة دي وتعاقد معاه وتداله كافة الصلاحيات وإحنا عارفين النادي الأهلي عمره ما بيتدخل في شغل المدربين بل بالعكس بيوفر لهم كل الاحتياجات والمناخ الصحي وده يؤكد كمان أن النادي الأهلي نادي مش بيترك حاجة للصدفة علشان دي نقطة مهمة جدا نقطة مهمة جدا أن النادي الأهلي واضح من خلال الأيام الأخيرة سويسر نيبايلر إنه ما كانش مركز واضح إنه هو ما كانش شغال زي ما كان قبل فترة كورونا فبالتالي النادي الأهلي ما بتركش حاجة للصدفة بالتالي النادي الأهلي أخذ احتياطاته عمل مفاوضات مع أكثر من المدرب ويدرس الملف بتاع فريق الكرة بالنادي الأهلي والاحتياجات في الفترة الحالية تحديداً الفترة الحالية وتم التعاقد بسرعة رهيبة لأن النادي الأهلي عمره عمر النادي الأهلي ما هيقعد يتحايل على مدرب ولا يقول له قعد معنا شهر كمان ولا كم الأفراقية ولا نشوف النادي المفاوضة ونتفق معها والكلام اللي احنا ده هو الأهلي أحس برغبة المدرب في الرحيل فبالتالي بناء على كده أشتغل وتعاقد مع مستر بيتسو ميسمياني والجميل كمان في التعاقد ده أن تم استئزان رئيس فريق سانداونز قبل تفاوت حتى مع المدير الفاني ودي حاجة تحترم أكيد من الكابتر محمود الخطيب والنادي الأهلي وده اللي أكده بيتسو ميسمياني وده اللي أكدته كل وسائل الإعلام في قرى السمراء والنادي الأهلي بيطبق تملي شعار الأهلي فوق الجميع دشترنا داخل الكيان أنا بشكرك شكرا جزيلا أستاذ أسامة نورتنا وشرفتنا وكانت مدخلة مهمة جدا مع الأستاذ أسامة السويسي الناقد الرياضي الكبير وكلمنا بخصوص طبعا تعاقد النادي الأهلي مع مستر بيتسو ميسمياني هروح للمشاهدة